بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى أليه وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر وللثى إن سعيكم الأشدى فالله تعالى سبحانه عز وجل ضم هؤلاء الساعين في لائحتين لائحة الميسرين للأسرة فذكر إن شاء الله معالم طريقهم فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هؤلاء ييصرون إن شاء الله تبارك وتعالى لأعمال الخير ويصرون يوم القيامة لدخول الجنة وأما من بخل ثاني وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فهذه لائحة الميسرين للأسرة في الدنيا وفي الآخرة وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا لا الهدى والآن دائما نتحدث وإن لنا للآخرة والولة الدرس اليوم 26 إلى 25 26 اليوم درس 26 بإذ الله وإن لنا للآخرة والولة وهو الدرس الثالث في هذه الآية قلنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن تحدثنا كثيرا وصلنا إلى اللمعة الرابعة تقريبا وإن لنا للآخرة والولة فلماذا لم يقول الله تعالى وإن لنا للآخرة والدنيا لماذا سماها هنا الأولى ولم يقول الدنيا قلوا للوحش عاونوا لله رحمة لكم وعليكم السلام وبركاته لماذا لماذا لم يقول وإن لنا للآخرة والدنيا بما أن الآخرة هي الآخرة ولشنا الأولى لماذا أولا بإذن الله تعالى هذا لا يليق بجلال الله الدنيا هي المسألة الدنيئة فلا تنسب لله أبدا للشيء الدنيئ كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يمدحه ربا يقول الخير بين يدك والشر ليس إليك ومن هذا تعلم الأنبياء وخيرة الخلق وصفوة عباد الله كيفية التأدب في الحديث مع الله ماذا كيف يقول سيدا إنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض ماذا أوراد بهم ربهم رشاد الرشاد نسب لله أما الشر لا ينسب هذا الجن جن مؤمن وإنا لا ندري أشر أريد فعل المجهول أريد بهم أمراد بهم ربهم رشاد سيدنا إبراهيم يتكلم واذا كيف يقول يطعموني ويسقين وإذا مرضتوا معلش ما قالش وأمرضني أطعموني وإذا مرضتوا نسب المرض نفسي ها ها شوف 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 منين سيدنا أيوم جيدة عيسي در بيقول ما السنية الدر ما قالش منتهم الرطني ما السنية الدر الدر هو الفاعل وأنت أرحم الراحمين سيدنا يوسمنين كان يتكلم إن شاء الله على أخوته قال من بعد أن نزغ الشيطان وبيني بدأ بنفسه شو هذا غمع أخوته فكيف مع الله ولذلك تعلموا الأدب مع الله تهدبوا مع الله لأن الذوق ذوق المؤمن حينما يرتقي يعامل الخالق الذي أكرمه وأغرقه في رحمته وطحيت به نعم ألا يجحد هذه النعم ويقابل النعم بإساءة الأدب فرب كلمة يلقيها العبد من صخة الله فيها سوء أدب مع الله يهوي بها سبعين خريبا في جهنم يقول له ما يعتبر بالفور غلي ما عنده سنين أشهد تقول هذا الشيء أشهد تقول تهلك يا ما ليتمي بكي وربي أشهد شيء أشهد تقول لطيفة 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 إذن فالله تبارك وتعالى جل في علاه ليس من أدب العبد وهو يخاطبه أن ينسب إليه الأمر الدني إن الدنيا بسميتها تشير إلى هذا السفال والله مذخلق الدنيا لم ينظر إليها ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة كما ورد في الحديث ما سقى منها كافرا شربة ما شوفوا ألم يقول علي السفال في الحديث من سورة جبريل أن من علامة الساعة أن ترى الحفات العرات العالة رعاء رعاء الشأ يتطاولون أنتما لو كان فيكم شي خير ودربحكم تصلي وتصوموا مراكوا تعيشوا أنتما في الجفاف وفيكم الطلاب وفيكم كذا شوف هذو كل الخري ما اسموا عندهم عندهم الجينان وعندهم كذا وعندهم الخدمة ومتقدمين هذه نظرتك أيها العبد المنطلقة من تعظيم الدنيا التي لا تسوي شيئا إن الله تعالى لما أراد أن يعطينا زيد مثال جل الدنيا واسمه قال أنا حسب تغطي طول قال مثل الحياة الدنيا كمثل ماء زيد زيد اخترت به فأصبح زيد مكايروان تعرفوا من يجل سيدر بيتكلم على على الدنيا واسبقها قبل بالدنيا من كان الإنسان في البطن تعامبه أطوار المرور ديالوبي الجنين أطوار مرور جنين بهذا العالم وش حال أعطلوه من آي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين شو البشر وش حال أعطلوه بديا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة على قرار فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسفنا العظام لحما ثم أنشعناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هذا الإنسان هذا الإنسان في الجهنين زد مراه واسمه ثم إنكم بعد ذلك لم يتون فرح الحياة بل كاش قال الحياة ذكر غير حياة في الجهنين والموت لم يذكر مقامك على الأرض كأنها أوه يا ربي القرآن نشوف تعمك القرآن يُعلمون واسمه أن نضع كل شيء في مكانه لأولويات يا الله لا إله إلدى الله وحمد الرسول الله ولدلك هذا المنطق اللي يقول وهذه الكرام مش يمؤمنين وعندهم 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 قولهم شوفوا سيد النبي عليه الصلاة والسلام ما نقاش نزيد نطول في القرآن ونقول لكم هذا كستدراج من سيد ربي كيقول سورة العلام كيقول فلما نسي ما ذكروا بذلك فتحنا عليهم زيد يعني قال ما أبوابه زيد كل شيء كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوت صح أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقط عدابا للقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يعني القضية ديال الدنيا من جسد المصلى وسلم يبين حقيقتها حينما تنسب إلى الآخرة وتقارن بينها شكال يؤتى يوم القيامة شوف هذه الآخرة واللول إن لنا للآخرة والأول يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل الفسوق والعصال والكفرة مخل هلك فرح تشير الصفر والملذة فيوقف بين يدي الجبار فيقول للزبانية عبيدي هذا المتناعم قبل أن يوقف بين يدي للسؤال غمسوه غمسة واحدة في النهر الله الله بشعر بشعر قاعدك أني عامل المتعدين سبعين عام لم يتعامل لا واسمه يبقي من تحمل روح من هذا عجبه فيغمس غمسة هكذا كما يوضع القلم في الدوات فيخرج فخرج ممتشح اللون محترق مجلس لا تقيقى ولا ثانية ها ها فوقف بين يدي الله ليسأله هذا السؤال بشعر فلق مدية للدنيا ها المغرور بالدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغروف هاسمه فيقول الله له سؤال واحد أبدي هل رأيت في الدنيا من نعيم قط هو عاش منها فيقسم وهو صادق وعزتك وجلالك ربي ما رأيت من نعيم قط هو شاف لما شاف ها ولا شحلف ولا شحلف يقول هلا يقول لما لأن غمس واحد في النار أنسته كل متعد ويؤتزه بأبأس أهل الأرض من أهل الإيمان بط لقناطر جاء تعذب فيقول الله لملائكة الرحمة عبدي هذا قبل أن أخاطبه غمسه غمسة واحدة في الجنة فيغمس فيخرج فيقول عبدي هل رأيت من بأساء في الدنيا قط يقسم وعزتك وجلال ما رأيت من بأساء في الدنيا قط هو ما ما كاشر ما كاشر علاش هذا لأن غمس واحد في الجنة أنسته كل العذاب وكل الابتلاءات والبلايا في الدنيا يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولذلك لا ينبغي للإنسان أن ينسب المسألة الدنيئة لله تعالى خلقها وما شفش قع فيها تعرفون كيف كان يدرس نعيسى عليه السلام والسلام مع هذو كل حواريين كيف تشعطي من الله وعظة ديال الدنيا واسمو ده رمز دهم فين ده وذو كل اللي حملوا الرسالة من بعد أصحاب أصحاب الحواريون فين دهم فين دهم فين عند الزوبيا وفين كين واسمو الريحة نتعذيك الموتى اشتفني يا بيوذيك الجيفة هذا هذا جدي مات هذا دهم تم وقال اسمع وما ديرين غفر الله لك يا عيسى زيدوا شوية هذا قال لولا ركوة الدقوة هذا هذي 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 يقولون ما تكبر غيزوبيا يعني هذا الكبر هذا مش تكبر على أخوكو تقطع مع أخوكا في الدنيا ما تكبر غيزوبيا الزوبيا هي اللي غيزو عليها زيد رمي الطراب غدا زيد رمي الغبار زيد غدار مي الكدا زيد بعد هالموتا زيد زيد تكبر غيزوبيا كان عليه الصلاة والسلام من هنا يروي على سيدنا عيسى عليه السلام قال لك الحواري يمي وقفوا عنده واحدة عنده واحدة جدي ميت هذا غير من الناس واحدة جدي ميت قال لهم سيدنا عيسى قال لهم ماذا تقولون في هذا؟ الاست يعني ذاك بلد جدي الصغير اللي ميت ما تقولوا فيه؟ قالوا غفر الله لك يا عيسى يعني هكشو كيداير والريحة وكذا قالوا ولكن انظروا إلى جمالي أسناني يعني هذه الزوبية هذه وهذا بدني اختار فيها زين الحاجة الزينة اللي هي قليلة فيها فالدنيا الحاجة القليلة اللي فيها زينة كن كالنحلة لا تقع إلا على رحيق الزهرة وترك الزواب والخبار ترك 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 لا تكون كالثباب كن في الدنيا كالنحلة أو كن كالنخلة زدغة نختار فالنحلة لا تقع إلا على طيب ولا تستنشق إلا الطيب ولا تعطي إلا العسل الذي فيه شفاء للناس هذا المؤمن في الدنيا ولا تكسروا الغصنة الذي تقع عليه وكون كالنخلة طويلة وغارقة والبرد يدي كل شيء ويهرس كل شيء إلا النخلة وقفة صحة ما يتبعش في الدنيا ما يتبعش ما يبديك جلده هو هو في الشتاء في البرد هي هي الناتجا هي هي والأكثر من ذلك يضرب هالناس بالحجر وترميهم بأطائب الظمر قال لهم واحد القيس النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس معهم هكذا وكانوا الصحابة وكان بعد سيدنا عبدالله ابن عمر صغير هو اللي صغير قال سمعه قال ابن بي صلى الله عليه وسلم قال ابن بي صلى الله عليه وسلم المؤمن يشبه شجرة أتدرون ما هي الشجرة التي يشبه المؤمن سكتوا الصحابة ابن عمر قال أنا أنا أعرفها هي النخلة ولكن ما ما يقولها حشم يقولها قدام الكبار قال ابن بي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما رجع عمر مع ابنه قال يا أبتي كنت أعرف أن المؤمن يشبه النخلة قال له ولماذا لم تجيب قال له استحييت من كبار الصحابة قال ما أحب أن للدنيا كلها لو أنك أعشب في لولا ولاخرة أمل الإنسان ما تمنى فلله لاخرة ولولا صورة النجم فقش تستعمل ربي الدنيا فقش يستعمل ربي الدنيا فقش يستعمل ربي الدنيا بشي بشي ذمها ولا يعطي بها المثال لو لك فقش يستعملها منسوبة لمن لمنسوبة لمن لبناء دم لأنها خلقت امتحان لبني آدم والذي يقصد ربي دايما الدنيا يربطها بنا آدم ربي عالي وعزيز وكريم ربي حينما تمدحه تمدحه بأحسن الثناء ربي هذ الدنيا يبغضها لأن لأن شكوه يجبتك لها شكوه شكوه يجبتك لها شكوه الشيطان الدنيا النفس باغية الدنيا البنادم هذا المشي باغي الدنيا اللي بغي خرجك على الطريق بالفلوس اللي بغي يدير إعلام في النس بالفلوس اللي بغي يدير حرب الشريعة بالدنيا اللي بغي يدير بالدنيا الدنيا تستعمله لاستمالة قلوب الناس فيسقطوا واستمالة المرأة بالرجل فتسقط واستمالة الرجل بالمرأة فيسقط واستمالة الرجل القوي باش باش بالمال فيضعف واستمالة الرجل باش بالمناصب في الدنيا فيضعف كل واحد إلا عنده شهوة تقوى شهوة من شهوة الدعوة إذا قويت في قلبه ووجتت الدواعي التي تقوي في القلب يهبط يهبط فيدنه يدنه يسقط 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 دنيء دنيء حتى يصبح دنيء دنيء ولذلك تشوف مثلا سيد ربي يحب دائما معالي الأمور لا يحب اسمه سفاسفها سفزيادة الله يحب معالي الأمور ورب منك يلي خاطبنا اشكا يقولنا قل يا أهل الكتاب تعالوا يعني ارتفعوا إلى مستوى كلام الله ارتفعوا تعالوا ارتفع ارتفع استعلي استعلي احنا ما يبقوا يحضروا يقولون اه صاحبي ارتفع شوية مالك تترين تقع لهذه قع لهذه قع لهذه قع له الجهة السفلية من الجسم الكرش والفرج رجر رمضان باش يعلك شوية لك تمسك تربي نفسك على الإمساك تقوي فيك واسمه جهاز زين الرفض 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 الدميق رمضان واسمه هو رمضان يقوي فيك جهاز زين لامتنع عن الدميق رمضان هو واسمه تقويه جهاز واسمه الذي يمنعك من نزول إلى الدميق دايما رمضان ولي قالك إلا الصيفة ولي نسبه الله لا لترتفع لترتفع باش ما تهووش دايما صدر بيبغي جيبتك الفوك وهالمسائل جيبتك التحت إذن فالدنيا إنما يتحدث عنها بالنسبة للمبتلى بها يقول تعالى فهذه الصورة التي سنقرأ إلى أحيانا أربي نفسها اللي يقبله هي صورة الشمس يقول سيد أربي صلى الله عليه وسلم زوجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قدف لها من زكاه نماها وارتفع وقد خاب زين من هود هود دساه دساه هود 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 ولذلك سيد أربي من يتكلم على الدنيا شكي يقول من يقول أنت على الناس بالدنيا شكي يقول سيد أربي صلى الله عليه وسلم وزين للناس حب الشهوات يالغي زوين زوين الحب من النساء والبانين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن المآه سيد أربي صلى الله عليه وسلم جاء المشركين لكي يصدوه عن الدعوة وجاء من يفاوضه ويقول يا محمد هذا عجبة أنا رسول قومك إليك إن كنت تريد بالذي جيت ببدو المال ما جمعنا لك فكنت أعظمنا مال كنت تريد ملكا ملكناك كنت تريد جاهن سودناك كنت تريد النساء بحثنا لك عن نساء كنت ترى أن هذا ما رضو الله طلبنا لك التب شو يهوده بشوه الفلوس تقول لك جاه انت اللي أقول لملك نردك مالي واسوبة انت قل ما جئت الذي جئت به أطلبه فيكم هذا أنا جئت جئت واسوبه دين الذي يرفعك دين الذي يرفعك شوف هذه في الأخر أنا مني يبقيت كلمة على الدنيا يعودك يقول لهم سيدة ربي سوى عز وجل الناس في القرآن في علاقة مع الدنيا رجولان رجولان شكوين هما هوا بدأ قرأ قرأ صورة الهود قرأ هذه من الصورة يقول من كان يريد الحياة الدنيا إذن هذا واسوب هذا ابناد من كان يريد الحياة الدنيا الحياة الدنيا وزينتها زينة نوفي إليهم وعمالهم فيها وهم فيها زوجة داع فيها الدنيا ولا الدنيا لاسق بحال 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 لذب أنا هو يبغى بغى الدنيا فيها نوفي إليهم فيها أها ابن عمي جملة ما زال ما كبلش فيها وش حال من فيها ها لاسق لاسق في الدنيا من كان يريد يعني اسمه الإرادة اسمه مصمم عازم بغي الدنيا يقول أنا ما قلت أنا بغي أخويا أعطيني ذرك أخويا ما تقوليش بحلال ولا حرام أعطيني ذرك أعطيني ذرك من كان يريد الحياة الدنيا وزينة نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أعطين ولكن شوف أولئك الذين ليس لن في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أو يا رب يا رب يا رب شك لآن الدنيا الأولى الأولى والآخرة من التقلق بالإنسان رح رح صورة الصورة الخرى اللي مرها صورة الإسراء اسمه هوسم اسمه العاجلة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا ومن كان يريد الآخرة وسعالها يسعي وموم فأولا كان يسعي ومشكور رح للشورة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منه وما له في الآخرة من نصير هذا عن مسائل على الدنيا عارنا على الله جهر ثاني من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخر أنا لاش تبلغي غير الثواب بتاع الدنيا ماك ها لاش تبلغي الآخرة أنا لأولى والآخرة يكون شيء تعربي طلبهم بزوج ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق وش عباد الله تطلب غير الدنيا أعطيني الدنيا أذل الدنيا أنا بغيت خليا أنت على الدنيا أنا بغيت نعيش أنا بغيت ذرك وشي واحد ما وجبنا الخبر أما دين أعطيني أنت بتاع ذرك أنا أنا أذل ندعي العباد الله ما يستجب ليش يا عربي أنا بغيت نشوفهم يتعذبوه نا أنا بغيت يتخلص منهم نا أنا بغيت يتشافي قلبيه نا يعني هذا هو هذا هو الأدم مع ربي هذا هو هذا هو الأدم ما صدر ربي يبدل الكون على بسبتك أنت لا هنا ولا قوة إلا بالله يا أبي إذن الآية اللي كنا نقول هذا كنت لي وسموية وسموية أه ربانا ومنهم من يقول وربنا آتنا في الدنيا وما لهم شو وما لهم في الآخرة من خلاق م difficulty تخель are الدنيا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذب النار هكذا للإنسان المسلم يبغي الحسن أنت على الدنيا والحسن الحسن أنت على الدنيا أسموين هي كل عبد صالح حسن أنت على د toen والباقيات الصالحة خير عند ربك ثوابا خير أمال مال والبنون زينة الحياة الدنيا هذه الحسنة المال والبنون والباقيات زيدها معها صحبه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب كيكين المال والوليدات من تلك الحلال زد لها واسمه زد لها البقية الصالحة الصالحات التي تبقى من بعدك صدق الجارية المسجد العمال الخدمة خدمة عباد الله الدعوة إلى الله تعالى جمعهما صاحب كما كان يقولوا كما قال لكم الناس القارون قالوا ويعني بتغي فيما آتاك الله واسمه طرى الأخيرة ولا تنسى نصيبك من الدون هذا نصيب واسموه النصيب ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك إيه وستعلاش على الصدربي سبحانه وتعالى ما قالش وإن لنا لا الآخرة والدنيا أولا لأنه بناء على أدب العبد مع ربه لا ينسب لله أبدا المسألة الدنيئة أبدا وقد جئنا بآيات وأحاليه وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله الثناء الجميل يقول له الخير بين يديك والشر ليس إليك ورأينا تأدب الأنبياء في القرآن مع الله وإذا ما رفته هو أطعامني ويسقين وإذا ما رفته ينسب المرضى الرسم وإذا ما رفته فهو يشفين أشر نريد بمن ثلال أما راد بهم ربهم رشدا الرشد منسوب إلى الله أما الشر لا ينسب إلى الله هذا في الأدب أدبك مع الله ثم ثانيا إنما ذكرتي شيء الأولى ولم تذكر الدنيا لأن الدنيا تذكر عندما يتعلق الأمر بمن استعمره الله فيها واستخلفه فيها لينظر ماذا يفعل فيها ابتلاؤه له في الدنيا ابتلاؤه له في الدنيا ويحذره من الدنيا فجئنا بكل هذه الآيات إذن هذه اللمعة الرابعة أو الخامسة آه اللمعة السادسة يقول تعالى وإن لنا للاخرة ولعنى هذا موضوع آخر لا إله إلا الله إذن هي ليست فقط الأخرة رأيها معروفة هي ليست الآخرة هي الآخرة هناك التي يقوم فيها فقط الناس بين يدي الله رب العالم والأولى هي ليست هذه الدنيا كما قلت لكم في ذلك القول التي تعصدها رب سبحانه وَلَا لَا أَخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَةِ في الصورة اللي قرنها من قبل وهي صورة الطوح ما معنى وَلَا لَا أَخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَةِ ما معنى ما معنى من جملتها أن الاخرة هي أحسن لك من الدنيا ولكن وش هي هذه المعنى تاعد للاخرة أنا أريد أن تكلم لكم عنها بزار وَسْمُيَا لَا أَخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَةِ وَلَا بُدَّ أَنْ تَزِيدَ ثِي كُلْ يَمْ حَتَّى تَصِلْ إِلَى أَعْلَى دَرَجَةِ الْيَقِينَ حِينَ مَا يَأْتِيكَ مَلَكُ الْمَوْتِ تَكُونُ فِي دَرَجَةٍ لم يبلغها مخلوق في أعظم وأعلى درجة اليقين كلها وش عائشة تقول له منين يجي موت قدر له ما قدرش يزيد ديه قد ترقه ومنين قد ترقه وش مكان يقول فسمعته يقول بل الرفيق الأعلى فقالت والله إذن لا يختارنا صار خطر مكان ترقه ما كاش يقولها فساك يوصل آخر وقيتة اللي تروح فيها من قد ترقه قال لها بل ألا شو قال بل أره ألا شو قال بل خير بل بل آخر كلمة قالها بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى ورأسه بين صحر ونحر عائشة فلما قالها الثالثة سقطت يدا قالت مات رسول الله أعلى 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 نقطة إيمان يصل إليها بشر ولن يصل إليها أحد إذن ما معنا ولا خير أخير من الأولى أي جيد عواقب كل الأمور التي تدخل فيها سواء ابتلاءا سواء جبرا أو اختيارا بالنسبة للمؤمن كل العواقب العاقبة للمتقيم ولقد كتبنا في الظبور من بعد الذكر أن الأرثة يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لقوم عابدين دائما العاقبة وقال لهم من يتدعو سدر بدعو الدعاء الشامل الجامع شكوين يقول لنا اسمه الدعاء الشامل الجامع اللي علمونا رسول الله ما اسمه فيه اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجل ما علمتم وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر عاجله وآجل ما علمتم وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك من خير ما سألك من حبيبك عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من شر مستعاذك من حبيبك عليه الصلاة والسلام زيد وأسألك ما زيد ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته لي رشد عاقبة إنما العماله بالخواتيم إنما العماله بالخواتيم إذا أحب الله عبدالزين عسل وفي رواه إذا أحب الله عبدالزين استعمل ما معنى يستعمله قال يوفقه في آخر حياته لعمل صالح فيموت عليه فيدخله الله به الجنة الله إذن ما بقى نستكلمة ذلك على الدنيا ولا خيرة وإن لنا للآخرة البدايات والنهايات المنطلقات والعواقب الله أكبر إحنا عدنا كنا نقرأ وقالونا ودي شوف تحليل العلمي فيه واسمه فيه سير لاتيز لانتيتيز لسانتيز لاتيز واسمه لاتيز واسمه لاتيز هي المعطيات اللي عندك المعطيات وانتيتيز واسمه التحليل والسانتيز واسمه الخلاصة نعطيه مثال يعطيك مثال يعطيك واحد التمرين التمرين رياضي يعطيك المعطيات وانتا شغل يدير دير التحليل ومن بعد توصل للنتيجة إذن هذا هو إذن ما اسمه كين دائما اسمه كين كين البدايات والنهايات احنا شك يقوله سيدي العلماء هش كيقوله سيدي العلماء العارف هش كيقوله هش كيقوله من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشريقة حنا كيقوله الناس في الدرجة زير ما يعطي الرحة حتى تتحكوا بنادم دير بحال 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 الكمون ما يعطي الرحة حتى تتحكوا أنت من اللي تنض وانت تنشاو في الحليا تاكل بيوي بيميو تاكل كذا لم تعيش شظا في العيش تالي غادي تبني الحضارة غادي اللي يجي يبيع كويش لك هذا الجيل الآن اللي مات عندهم كل شيء خلايا تركيز من اللي نضهوة يعني بغي يعيش غبز غبز الضربة هذا كي اسم هذا النقرة كاين الآن بعض المحوث يقولون استطعنا أن نلغي عقول الناس بالنقرة نربي أجيال المسلمين بالنقرة ما بقاش يخدم النقرة وهذا كي يعيش واسم الكآبة ويعيش واسمه لانعزالية يصابون بالتوحد إلا كان ما كينوالو ما أعطت لهم والوسم ينتحر ما يقدر يديروالو أطلعق الباشكرمو الله اللقرة شوه أجيال نقرة مقر أنا شوه وحدين كبس 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 أنا بقل نسمها هذا كبس تعاوسوا بي كبس هذو كي أصحاب تيك توك وذلك شي دائب قوي يديرو الشي بهلاوان وكذاب بقوي يعطيهم الفلوس كانت نهايته مشرقة ممن محرقة فوقش يعطي العود الريحة فوقش ديرو في المجمر هوا عندك الريحة زينها جيبها قعب مكة هاي عندك في الدر غادي تدي الريحة أو لا ما ديش حرقها غيرت بالنقرة آي مزيان فبالنقرة إن شاء الله انتقرض إنها هو شوه جيل النقرة ما معنى جيل النقرة يعني واسمه واسمه ما يفكر يلغي نعم الله على الأعظم نعمه هي العقل وعدنا قال لك سيدي الشيح واجهنا ياه لا ما تحركوش ياه تبما خدمتش به واسمه وقع له يمشيو ولمشاو صاف الإنسان صاف مبقاش يفكر بتعرض له أي مشكلة يمشي عند وحدة يقوله واسمه انت هاي وانت جي عند الفقية تقوله الله خلك عندي زبال حدو وإحدى الدار وش يدي لك الفقية ما زباله وحرف دي وش الفقية جي عند الفقية قوله واندي رحل زبال حدو الدار وانت كيسرات انت صافي تلغيت يعني صافي لا شخصي ياه ما تخطرش تقوله واحد سينت هذاك 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 مونكر هذاك هذاك مونكر هذاك مونكر ما تخطرش تقولها يخزوا يفوتوا في هذا وصلوا هذا 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 بنادم هذا هذا بنادم هذا يصبح راضي بالمونكر الشيء الغريبه هذي يموت للإنسان إن لنا للآخرة ولول أي الله له البدايات والنهايات فاحذر يا عبد الله فلتكن بداياتك موثقة واستمر عليها لكي يسعدك الله بخير الخواتيم لأن الإنسان أحذروا بالخطوة الأولى ما معنا لعلكم تتقون في الصيام ما سوى التقوة أحذروا كالكاس الأول قروا الأول الخطوة الأولى لأن ربي قال لكم الشيطان أحذروا لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوة خطوة يدك غيب شوي شوي غيب شوي أرواحها جمي أرواح نديره وكذا أرواح نديره وكذا تفقد روحك بعد عشرين سنة تصبرك كما واحد السيد ولا من الخارج وسقسها واحد عنده سبعين عام قال له كده قال له غمث عيني بحل كتب غمث عيني من اللي يحلتهم صوت ما عندي اهتاها أولادي يمشى ودهوا من كفار والمرض زوجت به أولاندي وأنا يا ولت بوحدة ما عندي اهتا شي حاجة دنيا الله ولذلك القرآن في السر بعض وبعض قال تعالى يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاتي في البدايات ولا تموتن شو 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 حلم إلا هو أنتم مسلمون أنا أنا بدي باش نموت مسلم باش تكون نهاية انتعي والآخرة انتعي تكون عكرة ماشي بدي ولكن واسموا اسمكها البداية تقول الله حق تقاتي اللي عاش متقل لو يحذر وحو فالله أكرم من أن يضيع أجر المحسنين ما يضيعكش ما يضيعكش عمرو ما يضيعك إلا كنت بغيت ربي بلاكس السيد كي يكون مغيسل داربي ويكون مسكين غافل ويعسي وكذا لكن لا زال الله زيد به يبتليه يرد من الله أما انتقى قال لك يا سيدي من المقود عاوسي داربي ويثني وعلى الله يقول له يا رب يا رب لقد قلت لخيرة خلقك موسى وأخوه هارون قولا لمن يقول أنا ربكم قولا له قولا لينا لعله يترك هذا لمن لمن يقول أنا ربي العلا شوف كيف شوف كيف يتودد الله يا سبحان الله يا سبحان الله فكيف بمن يقول دايما في كل ركعة سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي العلا يسجد يقول سبحان ربي العلا هذا ظلنا بربنا سبحان عز وجل ولذلك ينبغي للإنسان أن يعلم أن البدايات على قدري على قدري على قدري يقضتك ومراقبتك لربك وانطلاقك مما يرضي ربك وإرادة وجه ربك في طريقك إلى ربك بالأولى فإن الآخرة ستكون أعظم وأبرك وأجمل يقول يقول يا ربك يا الله يا الله عبد الله ابن المبارك يقول لمثل هذا فليعمل العاملون الشهد دي الغزة يقولوا أنا أرى الجنة ويبتسم أنا أرى الجنة أي خير هذا ثم يتشاهد ويموت وبتسم الله أكبر واحد طبيب أردني أكرمه الله في هذه الأيام بأنه إن شاء الله والتقى مع الشهيد بقيدير اهتمت بهيده واسمود داله واسمود داله ففاح منه رائحة المسك واسمود داله لك الدم اللي فيها قلت مش هذك كسوادي يا نوزي وقل على ذيك اللي فيها الدم ولا زالت رائحة المسك عنده الآن يتحدث بها لحدي الآن رائحة المسك دالك المخطة تعدم الله لما يشفت ولدها مش هي خرج ضربت الطيارة عنده أربع سنين وغاد الكبدان تحدثت على ولدها ها ربي يا ربي قلت له ولدي أنا ربغت الكبدات تفتت عليك شتتك الطيارة قلها يا أم ما هذك شي ليش تنتمه أنا من ذاك اللعب في ذاك المكان للعب في رياضي الجنة قلت له والله يا أم ما أحسست بما رأيتم إلا كوخزة الإبراح الله كن لله أولا كن لله ثانيا كن لله في طريقك إلى الله يكن الله لك في الأول في الأول في بعدها ويكن لك كلك كلك يكن لك ربك في النهاية وإن كان لك ربك في النهاية فأيّة نهاية وأيّة عاقبة وأيّ خير والله 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 لأنت المستريح الراحة التي ليست أبدا حتى يقول يا ذوك لي يا الله يا رب يا رب وشنخين هذا الإمام ملك من جيموت الإمام دار الهجرة يعني بتسمي يقول يا الله أي كرم هذا أي خير هذا يا الله يا سبحان الله ولذلك إن لنا للآخرة والولة قرأه من قبل واسمه من قبل فأما من أعطاه البداية وأما من أعطاه يحذر مش حال ونفسه فيها أي أضطر العطاء بالتقوى تقوى قبل العطاء وأثناء العطاء وبعد العطاء فأما من أعطاه واتقى وصدق بالحزنة فسنعسره للعسرة بدايات ونهاية طيبة اليسرة اليسرة شو الخرى شو البداية واما من باخلة أعوذ بالله أعوذ بالله واستغنى استكبر بذلك النعمة على المنع وكذب بالحسنة شو النهايات فسنوية سره للعسرة هذا التطابق وإن لنا للآخرة ولولا ها هي البدايات ها هي النهايات كن مع الله في البدايات زيد زيد وراقب ربك في البدايات واخش في البدايات على أن تذهب هذه النعمة فإنك إلا بتشكر الله على النعمة أيوشك وأن تسلب منك في الطريق إياك أن تسلب منك أنت ربي خلقك مهدادي ما شف بالدار مارك بك مسلم أمك مسلمة كرمك الله تعالى بهذه النعمة وتمشي انتين شر الضيحة مخلوق في المغرب سمع للآذان خمسان أتعلم مرات من نقل تأخيرنا سمع للآذان تسمعوا ما شح unveiled ميات آذان سمع له واقسم بالله وتمشي قيل الضرب 500 والله ما تسمع للآذان سمعت ومنها تمشي الأوروبا عمره ما تسمع للآذان عمره ما تحضر لجنازة عمره ما تشوف شي حاجة لي't think بالله والو ولو لا إلا كنا نمشي و كنا نمشي و كنا نمشي لا جان هذا لا اللي الذكر جاهل يعني مذكر أرات بيتكو في هال البلاد يكفي أنك تسمع الآذاب غير هذا من يتبشي الجامعة من ين يوذنه و فين يوذنه الداخل الداخل و هذو كل اللي الذكران و مجاو المركة الغالي و كنا بظنه لكن لا النظام اللي ماشي مسلم يقول لك لا مانقبلوش لك النداء مانقبلوش مخصومش ناس يستمعو هذاكش مخصومش يستمعوه حتى شي حاجة تبكرهم بالله تعالى حتى البوت يدوهم مدمنه لا مكاش ولو ولو ولذلك أنت أعطاك ربي بدايات مزيانة و هاتها الله فيها بس كل نهايات كان سيد النبي نختم لكم بهذه الآية يعني الآية نختمها بهذه الآية كان سيد النبي صاصم يقول اللهم إنك ما وهبت لنا الإيمان قبل أن نسألك فهب لنا الجنة ونحن نسألك ما هل نقدر نلعب؟ نحن لم يكن من يكاسي من يكاسي درب يقرر سبحانه في العلم الغيب نحن نختار لي ليس نزيده في المغرب ومع المسلمين ومع المسلمين ونسمعوا هذا شي نعملتها ربي هذا كل شيء اعطاك أعطاك بلا ما تسأله اللهم قد وهبتنا الإيمان قبل أن نسألك فهب لنا واسمه انت عطيت لنا الحاجة المخيرة بلا ما نطلبوك كيفش ما يعطيكش الحاجة وانت طلبها هكيا واندي إذن هذه المعنى الأخير واللمع الأخيرة المرة القادمة في آخر جمعة في رمضان إذا كتب الله اللقاء في الدرس 27 إن شاء الله لأحيانا ربي هي فأنذرتكم نارا تلظى ربا 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 باش حفظ على البدايات والنهايات لا إله إلا الله وصل الله على حبيبنا ورحمة اللقاء شكرا 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 شكرا